أعلن عسكريون في الجابون السيطرة على السلطة وحل جميع المؤسسات في بلادهم وذلك بعد وقت قصير من أعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة وأعلن العسكريون في بيان لهم إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر من جانب آخر اعتبر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن وزراء دفاع الدول التكتل سيناقشون التطورات الأخيرة في الجابون معتبرا أن ما يحدث في غرب أفريقيا يمثل مشكلة كبيرة لأوروبا كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش بشدة محاولة الانقلاب الجارية في الجابون داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والحوار